موسيقى وكان مجهد رسالة السيد نال الله يرحم بها الوالدين هو الذي ادخل لي في هذا الشيء لا أجهدي إلا أجهد الله أنا عبد الرحمن المحمودي أخ عبد العزيز المحمودي الذي وقعت لي الحادثة في دولة مالي في مدينة باماكو على 350 كم على مدينة باماكو أخ ديالي كان ندروا الحادثة معه 11 ديالنهار ونقلوه للمساحة باستور في مدينة باماكو وكان عسيه واحد ربعيان ما داروا له والو عاود نقلوه لواحد المستشفى العسكري في مدينة كاتي وليسا ما داروا له العامية لأواله في الممكن أن نقلوه كانوا طالبين 2000 درهم في النهار والعاملية بـ 8 ملايون وقالوه يطالبون بـ طالبوه بـ 10000 درهم في النهار سبيطار وعندوا 2000 درهم الدوا في النهار والعاملية وقالوه يطالبون بها بـ 17 ملايون ماذا يعلمكم بالخبر الحديثة؟ أعلموني سائقين من مدين الداخل نهار لحد بالليل هم الذين سيفطوا لي الحديثة و سيفطوا لي تصاوروا و سيفطوا لي ذلك شيء و شفت الباسبور ديال الخوية و عرفت فك و كينش تدخلات ديال الحكومة و ديال الوزارة المعنية و وزارة الخارجية مثلا و لا تصلوا بكم سفارة؟ لا ما زال ما تصلت بياش سفار ما تصل بياتة واحدة ماذا كان كي دير الأخ ديالك؟ أخذ يالي من 2016 و أخذ دام سائق ميهاني و شنين نوع الحمول اللي تنقل الإفريقي أو المالي؟ كينقل الخضراء كينقل الحوت جميع المواد الغذائية كتمشي نعم نعم و الوضعية المالية و الاقتصادية ديالكم انتم مدى بك كيف شديرها؟ هذا الوضعية ضعيفة شوية نعم نعم ما ممكن لناش نتحملوا هاتشي هذا و خل ما هي المطالب ديالكم اليوم التي تتوجهوا الله؟ المطالب ديالنا هي أخويا التي يتعالج يتعالج لي أخويا و لا يجيبوه ليهانا المغرب نعالجوه نعم نعم نحنا الناس ضعافهم مع ابناش و لما كتوجه هذه النيداء؟ هذه النيداء كان نوجهه السيناصر بوريطة و كان نوجهه الرسالة لسيدنا اللي يرحم بها الوالدين و هو اللي يدخل لي في هذا الشيء لا أجهد إلا أجهد الله أنا دبا كناشد وزارة الخارجية و كناشد السفارة المغربية بمالي أنهم يدخلوا لي في هذا الشيء بأسرع وقت وش ما تصلتوش بالأخ دويتو معاه و لا شئ؟ لا الأخ من نهر الحد هو في الكومة دبا ثمان أيام هو في الكومة ثمان أيام هو مغيب ما تواصلناش معاه ما هدرناش معاه اشتركوا في القناة